تحياتي معه جديد مع المحقق الترندينج وفيه بشمشي نحكيه على الترند هذا نحكيه على اختفاء نحكيه على اختفاء محير من ايامات لكل العائلة العائلة متاعها سيرين سيرين بن غشام هذا المنشور لأختها اللي تقول أنه ما زالوا إلى حد الآن ما عندهم حتى خبر عليها وتكذب بالتالي قبلها شوية كنا في اتصال معها أنه تم العثور عليها بالتالي أي واحد فيكم ينجم يكون شافها شو قلكم على البلاسة الرجاء التواصل مع هذا الرقم سيرين اللي هي هذه صورة أخرى لها سيرين بن غشام أمرها 46 سنة سيرين تعاني من مجموعة من الاضطرابات النفسية مش متعودة أنها تخرج وتقعد وحدها برشا في الشارع فما بالك اللي منهار ثلاثة وهي مفقودة مع وضعية التقصي اللي تعرفوها اليوم هذه صورة أخرى السيرين بالنسبة لأي واحد ينجم يتعرف عليها وإلا يكون شافها شوفوا مليح هذه هي الصورة شيرة المرسة وبعد شوية نقول لكم البلاسة اللي تشافت فيها لآخر مرة لكن أختها إذن سيرين كانت تحكيت مع موزيك على الوضعية متيحة وأكدت أنها مريضة وأنها كانت تتعاطى في الأدوية متع المرض متيحة لكن اكتشفوا بعد غيابها أنها عندها أيام ملي ما عادش تشرب في الدواء من هنا زاد الخوف ومتع العائلة اسمع معايا مليح شنو قالت الأخت الموزيك عشر أيام ما شربتش في الدواء أفقتوا بها بعد ما خرجتها بينهم تشربش في دواء أحنا نلوجوا عليها لقينة الدواء الخوفين اللي أحنا نمدولها الدواء وهي تحلوا وتشربوا من طلعة تخبي فيه معناتها إذن ناي واحد عنده معطيات ينجم يتواصل مع العائلة وكيما قلت لكم الصورة الأخيرة اللي تشافت فيها هي هي الصورة الصورة هذه اللي تشافت فيها سيرين في المرسة بحضة باراديس تالجلاس ناس اللي تعرف في المرسة بحضة بارك السعادة في المرسة هذه آخر صورة تشافت فيها وهذه كاميرا مراقبة لواحد من المحلات اللي تم فيها رصد سيرين ومن وقتها اختفت تماماً صار تفاعل الحقيقة مع موضوع اختفاء سيرين وكثير من الجروبات والباجات اللي قاعدين يتداولوا في الخبار ويدوروا في صورتها لكل واحد ينجم يتعرف عليها كيمالهناء اللي بانبلان دو لا تونيزي ولي يقوم باعادة نشر اللي كتبتو درة بن غشام اختها ويطلب المساعدة نعاونو لكلنا درة بشطلق اختها شكراً على البرتاج نمشيوا الى اوپراسون دو بريبنسون اسو اس نابل اللي يعلنوا عرش الحقيقة هالخبار هذا مؤكد من العائلة ولا لا لكن يقولوا مكافأة مالية لمن يجد سيرين للي نجم يعطي ويني ولا يكون شايفها هنا يحكيوا على مكافأة مالية لذلك ونمشيوا معا مثلا طارق شيخ روح ويقول من فضلكم متساكني المرسة حاولوا تسألوا الناس اللي تعرفوهم شفتوا هاشي السيدة هذي فيها اللي يمات قعدة الدور في المرسة وعننا الرقم متاع اختها درة بن غشام اللي هو موجود في كل هذه النشريات الكل واحد ينجم يكون شايفها رجاء التواصل مع العائلة متاحها سيرين راهي ما زالت لليوم مفقودة سنة المساعدة والتفاعل والبرتاج متاعكم بش تنجم العائلة تلقى اخيرا هذي السيدة اللي تستحق المساعدة لانها بطبيعتها في وضعية صحية حرجة شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء